نعم كاثي صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدينا بنصب عليكم مرة أخرى على الهواء مباشرة من محافظة العاصمة عمان وبالتحديد من مدرسة النصر الصناعية طبعا مشاهدينا يعتبر التعليم المهني من أهم المساقات التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتي وضعت خطة واستراتيجية طويلة الأمد لرفض السوق المحلي والإقليمي بأيدي عامل مهر متسلحين بالخبرة والمهارة المطلوبة من خلال العديد من المدارس الصناعية والمهنية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة والتي تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتقوم بتأهيل وتدريب الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل مع إمكانية استمرار وإتمام الدراسة الثانوية والجامعية في العديد من التخصصات الصناعية والتقنية طبعا تضم هذه المدارس العديد من الأقسام والتخصصات والمشاغل التي زودت بأحدث الأدوات والمعدات الحديثة والمتطورة لغيات التدريب والتأهيل المهني وأيضا تضم العديد من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والمتخصصة في كافة المجالات المهنية طبعا مشاهدينا في بداية حديثنا رح يكون معنا الدكتور المهندس الدكتور بلال الربابعة مدير إدارة التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم لحتى يعرفنا أكثر على أهمية التعليم المهني دكتور نقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية صباح النور الله يعطيك ألف عافية صباح الخير على المشاهدين جميعا وعلى كل الشعب الأردني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعتني وزارة التربية والتعليم بشكل كبير بالتعليم المهني والتقني لأنه هو توجه عالمي لأهمية التعليم المهني في تأهيل الطلاب والكوادر البشرية التعليم المهني يختلف عن التعليم العادي أو التعليم الأكاديمي في أنه تعليم متخصص متنوع متشعب في الكثير من الخصائص وبالتالي يحتاج إمكانيات كبيرة وهائلة تكلفته مرتفعة وأكثر بكثير لأن الكثير من الماكينات والآليات خاصة الحديثة تكون كلفتها عالية المشاغل تحتاج إلى مساحات وتحتاج إلى مواصفات خاصة وعالية الجودة وبجزء بالضاهي مشاغل الجامعات الموجودة في وزارة التربية التعليم المهني بشكل عام بجزء المفاهيم عند الناس والصناعي ليس الصناعي فقط التعليم المهني يضم خمس أقسام تعليمية طبعا في أقسام أخرى داعمة كثيرة الأقسام التعليمية اللي في التعليم المهني هي التعليم الصناعي وبنقسم عن التعليم الصناعي عشر تخصصات في عندنا التعليم الاقتصاد المنزلي وبنقسم منه ثلاث تخصصات في عندنا فرع التعليم الفندقي والسياحي وهو يعني يحوي أكثر من مجال كل ما يعني يمتاز تعليم الفندقي والسياحي بأنه بيحوي طعام الشراب صناعة الطعام الشراب والخدمة والغرف وكل ما ذلك نعم السياحة والفندقة نعم السياحة والفندقة أيضا معنية وهذا التطور عليه كبير الحمد لله وفي عندنا طبعا التعليم الزراعي التعليم الزراعي يحتاج لمساحات يحتاج إلى فيه منه الزراعي فيه منه حيواني وما إلى ذلك هل ستعليم الصناعي فيه عشر تخصصات منها على سبيل المثالي نحن من حتى يكون طلاب ومجتمع الأردنية يعرف بعض هذه التخصصات عندنا الكهرباء اللي هي معنية بكهرباء المنازل والمصانع وما إلى ذلك عندنا كهرباء السيارات عندنا الاتصالات والالكترونيات وعندنا صيانة الأجهزة المكتبية وعندنا أيضا ميكانيك الإنتاج المعني بالمصانع ويعني الطالب اللي بتخرج من عنده ممكن يكون فورمان في مصنع ممكن يكون مسؤول ممكن يصير مدير مصنع في عندنا أيضا ميكانيك السيارات وفي عندنا أكيد يعني هناك العديد من التخصصات ضمن التعليم المهني دكتور بنا نحكي عن أهمية وجود هذا التعليم المهني وانتشاره في جميع محافظات المملكة من خلال وجود العديد من المدارس المهنية بدنا نحكي أكثر عن خطة الوزارة للتعليم المهني وأستراتيجية طويلة الأمد لوجود هذا التعليم وتوفير جميع متطلباته لطلاب المدارس إن شاء الله التعليم المهني والتقني منتشر موجود مش بس في وزارة التربية والتعليم وفي كل الدول موجود في أماكن عديدة تعليم المهني والتقني موجود في الجامعات موجود في مؤسسة التدريب المهني موجود في الشركة الوطنية للتشغيل لتابع القوات المسلحة ميزت وزارة التربية والتعليم أنها الأكثر انتشارا يعني إحنا منتشرين في كل مناطق المملكة وفي حتى قرى المملكة وبالتالي توفير تعليم مهني في هذه المدارس بيكون أسهل لأن البنية التحتية موجودة التعليم المهني بشكل عام في كل العالم يتم الاهتمام فيه لأنه يوفر فرص عمل للطلبة يعطيه أفق أوسع لأنه يعمل عمل أكاديمي أو عمل صناعي أيضا يخلق فرص عمل ويحد من البطالة يساعد المجتمع لوجود أمان مجتمعي ورفاه وعمل بلد صناعي وصناعي مش فقط في مواضيع صناعية حتى في الفندقة في السياعة في كل هاي الأمور هي بالأخير صناعة أنا حاب أشكرك دكتور يعطيك العافية هذه المعلومات الرائعة عن أهمية تعليم المهني وانتشاره في جميع محافظات المملكة شكرا إليك سبعك سعين الله يعطيك ألف عافية ونتطلع إن شاء الله لرفع التعليم المهني حاليا هو 13 مئة تطلع الوزارة لرفعه خلال الفترة القصيرة إلى الضعف وقد يصل إلى 50% إن شاء الله بجهود أبناء الوطن وبجهود الجميع إن شاء الله وهذه الكوادر المميزة الحمد لله الموجودة شكرا إليك طبعا مشاهدين راح كون معنا الآن دكتور طايل المناصير مدير تربية لواء مارك لحتى يعرفنا أكثر دكتور صبع عليه وعرفنا أكثر عن أهمية أيضا وجود التعليم العالي ضمن المساقات التعليمية اللي بتقوم فيها مدريات التربية والتعليم وعن توفير كوادر البشرية المشاغل ودعم المدارس المهنين أولا يسعد صباحك وصباح المشاهدين بداية إحنا نؤكد على أهمية التعليم المهني نحن في المدارس الصناعية الموجودة الآن يقوم الكوادر الطلابية والمهنسين اللي هم المعلمين بداية نوجههم جزير الشكر لتوفير المقاعد المدرسية والأثاث المكتبي لوزارة التربية والتعليم بجودة عالية وبتكلفة قد تكون أقل من الثلث ما توفره المصانع هذا الجهد جهد وطني للجميع للطلاب والمعلمين التعليم المهني هو مسارين مسار عملي ومسار أكاديمي الطالب يستفيد بالجانب العملي الخبرة العملية للسوق المحلي والجانب الأكاديمي هو يخرج إلى الجامعات وإن شاء الله بالمستقبل يكون لدي الخبرة العملية والخبرة الأكاديمية طيب نحكي أكثر عن عدد المدارس الصناعية الموجودة في هذه المنطقة إحنا لواء ماركا فيها عشر مدارس مهنية المدارس المهنية هي متنوعة ويوجد مدرستين صناعيات في لواء ماركا المدارس المهنية الأخرى هي تخرج التغذية والتجميل وكثير من التخصصات اقتصاد منزلي وهذا يفيد بناتنا الطالبات والخياطة يفيد بناتنا الطالبات في حال عدم تكملة المسار الأكاديمي يكون لديها مهنة تعمل فيها داخل السوق المحلي دكتور كل شكر إليك يعطيك ألف عافية شكرا إليك شكر المساهدين شكرا طبعا مشاهدين مستمرين معكم في تقطيتنا الصباحية سيكون معنا المهندس إسماعيل طرخان وهو من مدرسة النصر الصناعية لحتى تعرف أكثر على التخصصات اللي بدرسوها داخل المدرسة وأيضا تعرف على المشاغل والكوادر البشرية والأدوات هذه الحديثة والمتطورة اللي يستخدموها في تدريب الطلاب بيقول لك مهندس صباح الخير يعطيك العافية صباح الخير والله يعطيك العافية أول شي بدنا نرحب فيكم في المدرسة النصر إحنا عنا في مدرسة النصر أول شي بدنا نحكي عن مدرسة النصر إن هي تأسست بالألفين واثنين فيها خمس مشاغل مهنية اللي هن كهرباء الكهرباء والميكانيك المركبات ميكانيك سيارات آسف كهرباء سيارات والنجارة والديكور واللحام والتشكيل المعادن أول شي وطبعا في عنا مشغل إنتاجي استحدث حديثا اللي هو هذا المشغل إحنا نسويه على أساس إنه يطور الأثاث العام لوزارة التربية والتعليم بشكل عام وزائد إنه معني بصيانة رئاسة الوزراء جميل نحن نحكي عن المشغل اللي نحن موجودين فيه الآن نحن نحكي عن وجود كوادر بشرية مؤهلة لحتى تدرب الطلاب أفضل تدريب ونحكي عن توفير معدات حديثة للتدريب المعدات اللي لدينا تقريبا حديثة وتواكب السوق المحلي معظم الطلاب إحنا بنشغلهم على كل الماكينات اللي انتوا شايفينها طبعا دربين عليها عساس لما يطلعوا لسوق العمل يكونوا عارفين يقدروا يشتغلوا في هذه الماكينات طبعا إحنا هنا التدريب بيكون تدريب يعني تعليمي لما يصير بدنا نفرجيهم الطلاب كيف كيف بدن يشتغل في سوق العمل بنوديهم على المشغل الانتاجي لأنه المشغل الانتاجي هذا يعني تقريبا هو عبارة عن مصنع مصغر فبيشوف الشغل في الواقع العملي اللي في سوق العمل أنا بدي أكثر عن المدربين هنا أنا شايف عندي مشرفين عامين موجدين داخل هذا المشغل وعن دورهم الحقيقي في تدريب الطلاب وحتى يعطوهم معلومة صحيحة وحتى ينزلوا على سوق العمل يعني مدربين مؤهلين على خبرة ومهارة عالية لحتى أنه على طول يدخلوا في سوق العمل يكون لهم إن شاء الله مصالح خاصة أو أنه يكونوا في بعض المؤسسات والشركة إحنا عنا يعني الأسادسة أو المدربين اللي عنا تقريبا يعني بدناش نبالغ كتير بس هم مدربين تدريب جيد ومؤهلين تأهيل يعني كتير جيد بحيث أنه يعني لو بدنا نقارنهم بسوق العمل بنلاقيهم أنهم متميزين في عملهم بدربوا الطلاب على كل شيء رح يواجهوا بسوق العمل من حيث المشاكل اللي بدها تصادفهم في عمليات الصيانة أو عمليات التصنيع اللي بيشتغلوا فيها كل الشكر لك يعطيك ألف عافية إياك الله أهل السلام عليكم طبعا مشاهدين زي ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من محافظة العاصمة عمانوة بالتحديد من مدرسة النصر الصناعية هذه المدرسة التي تحتضن العديد من التخصصات والأقسام والمشاغل الخاصة بالتعليم المهني والذي يساهم أيضا في رفض السوق المحلي والإقليمي بالأيدي العاملة المهرة والمتسلحين بالخبرة والمهارة المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي من خلال العديد من الخبرات والمشاغل المميزة والأدوات والكوادر البشرية الرائعة سنخلق جيل بإذن الله مسلح بالعلم والإيمان والمهارة المطلوبة سأخذكم مع بعض اللقطات الصباحية من داخل هذا المشغل الإنتاجي ويسعد صباحكم بإذن الله